بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة توصل على رسول الله عنده هون حاجيب من الحليب كاسة دافية الكاسة المقدار اللي عنده هون 52 ملي هاي شايفين بس تكون شوي دافية وعنده هون من الخميرة بكيت حوالي معلقة صغيرة يعني قرامات حوالي 7 قرامات حسب انتو القرامات اللي عندكو او معلقة تكون طعام صغيرة هون عندي كمان بكيت من الفانيلا ممكن معلقة صغيرة كمان تحطوها بالوصفة هاي جرامات عندها كمان نفس الشي بلجرام ممكن سائلة معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة بسم الله الرحمن الرحيم يعني بخلطوه نمليح مع بعض ليتجانسو وعنده هون من السكر معلقتين طعام حبيبات اكبار ازا بتحبو يكون الحلة كتير بتعبو المعالق اكتر او بتزودو الحلة هذا طبعا الوصفة بترجع لقلكن ازا بتحبو الحلة يكون اكتر هلا بحركون منيح وبسيبون بس شي وقت بسيط يرتاحوا لا يتخمروا مع بعض او بتسيبوهن وبتغطوهن عجهة لا يرتاحوا عندي حون حطيت ربع كاس من الزيت النباتي نفس الكاس اللي بعير فيها انا هي متلو خمسين ملي جرام عندي هون من البيض اي اخدت البيض والسفار بدي احطو على جهة طبعا البيضة بدها تكون بحرارة الغرفة بدها تكون بالبراد لانا حتفسد معنى الوصفة بسم الله الرحمن الرحيم هاي هلأ بخلطهنه منيح مع بعض يدوب السكر وبتجانسه مع بعض البيض وبنبلش شوي شوي هلأ بالتحين عندي نفس الكاس المقدر اللي عيرت فيه انا ماتين وخمسين ملي هاي اول كاسة بسم الله وهي التانية بسم الله الرحمن الرحيم ورش من الملح بسيطة وعندوهن معلقة صغيرة من الزبدة طبعا معلقة الطعام الصغيرة اذا بتحبو تستغنوا عن البيضة بالوصفة ممكن تستغنوا عنها وتكبروا معلقة الزبدة تكون معلقة طعام كبيرة زبدة او منغارين هاي اول كاستين بسم الله بخلطهن منيح مع بعض طبعا والكاسة التالتة بنزلها الوصفة هون عندي بتاخد ثلاث كاسات طبعا حسب احتياج العجينة وحسب نوع لطحين انتو قوله بتحطوه ممكن تاخد شوي اكتر بس انا عندي بالزبط ثلاث كاسات اخدت شايفين هاي بعجنها منيح مع بعض هاي يعني العجينة كتير كتير يعني ناعمة وسهلة يعني ما اخدت معي وقت هاي عجنتها منيح بسم الله رحمن الرحيم يعني وصفتها ان شاء الله ناجحة ومزبوطة ومن الحلويات والمعجنات الراقية جدا هاي شايفين يعني ما اخدت معي حتى رشطة هين الثلاث كاسات بالزبط اجل هاي وبيدي هلا اريحها حوالي بس نس ساعة طبعا مش كتير بدي اريحها هدا بيرجع لالكو هيك هيك حدا تخمر معنا لما نخبزها هاي شايفين ريحتها بس جو نس ساعة وبيدي هلا اجيب رشطة هين منيحة يعني ارش بورد اللي عنا هون طبعا ما كلنا نظفنا وبيدي افرد العجينة علي هاي شايفين بمدي العجين كتير طرية وناعمة وسهلة يعني كتير خفيفة متل القطن يعني ما بتلزق مع رشد الطحين هلا بمد العجين شوي شوي بالراحة وبفردها هاي شايفين عاساس انساوي الاطراف كلها وتكون عندي يعني متساوية بمستوى واحد يعني ما يكون شي طالع وشي نازل من الاطراف بسم الله ايه بمدها منيح بحاول من كل الاطراف والجوانب بسم الله الرحمن الرحيم هاي شايفين هلا هيك انا فردتها هاي شايفين حاولت تسويت الاطراف كمان عجيها طبعا انا فردتها بشكل هيك يعني بيضاوي مربع اساسي قدر الفها بسم الله هاي شايفين كتير نعمة انا بس فردتها حوالي سانتي واحد يعني ما بديها تكون خميلة كتير وازا بتحبوا تمدوها اكتر بكون احسن بتفرد هيك وبتعطينا كمان قوام الفرن بالخبيز كتير كتير رائع هلا حطيت معلقتين كبار من الزبدة او المنقرين هاي النوع لقيت استعملته معلقتين مليانين هاي شايفين وبيدي افردهم على العجينة نفسها بسم الله هاي امسح كل العجينة لا تتساوى عندي الزبدة عليها يعني ما تخافوا العجينة ما احتلزق لانه في تحتيها انا حطيتها طحين يعني ما بتلزق معنا مثل ما قلت لكم الوصف ان شاء الله ناجحة مية بالمية بحاول اسوي الزبدة على العجينة وعالاطراف كلياتها شايفين بسم الله الرحمن الرحيم هاي هاي يعني معلقتين كفاية انتوا بتحبوا انتوا تزودوا بس لا بلاي انا معلقتين طعام مليانين كفاية للوصفة تبعنا هاي مسحت كل العجينة وهون عندي بدي اجيب من السكر حوالي اربع معالق طعام كبار مليانين ومن القرفة معلقتين هاي اول واحدة وهاي الثانية بخلط هون بسم الله يعني هاي الوصف بلايها كفاية الاربع معالق سكر بابيض انا بستعمل مرات السكر البني بلاقيه بالوصفة اخفحة لا بس عندي متوفر السكر الابيض حطيت الاربع معالق ومعلقتين من القرفة النعمة هاي شايفين وبدأ ارشهم اغطي كل الزبدة العجينة وكلياتها شايفين كل الزبدة يعني غطيناها بالسكر والقرفة ارشناها منيح بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحشو بترجع للكون ممكن تحطوا نوتلا اه ممكن تحطوا مربة وجوز هنت يعني الوصفة هاي بيزبط فيها كمان نغير الطعام يعني الحشو اللي بدكو ياها لانتو بتحطوها ممكن زبيب مع الشوكولات او زبيب مع القرفة كمان بتزبط معنا او تحطوا بودين كاسترد في قلبها بتزبط اي وصفة بدكو ياها طبعا بتزبط هون انا اخدت الطرف الاول عالتاني بالفرول وبيدي اعمالهم اقبال بعض واحاول من النص كمان هلا هاقصهم بسم الله الرحمن الرحيم هاي شايفين هيك صارت عندي هايلفيتها وبيدي اجيب هلا سكينة نعمة واقصها من النص شوي شوي طبعا ما بتلزق العجينة معنا ما تخافوا شوي شوي بنقصها من النص بتفتح معنا بكل سهولة طبعا هاي بسم الله الرحمن الرحيم هاي شايفين كيف شوي شوي بقصها وبفصلهم عن بعض بسم الله الرحمن الرحيم هاي شايفين هاي نبدأ بلش اقصهم قطع صغيرة طبعا انا قلت هي وصفتنا يعني القطع تطلع من صغيرة بتحبوا انتو تخلوها رول الوحدة كبيرة وتقصوها قطع اكبر طبعا هاي برجع لالكن انا عملتها قطع صغيرة لان هيك هيك بدي اخمرها وبرده بالفرن لح تخمر وبتعطينا قوام وشكل اه رائع جدا هاي بسم الله اي الشكل خلته واحد هيك والتاني طبيته باليد شوي مسحته باليد عساس يعني اذا بتحبوها عريضة ممكن بتعطينا شكل تاني بسم الله الرحمن الرحيم شايفين كيف اللف من جوة شكلهم هاي بدي اقطع التانية نفس الشكل بسم الله الرحمن الرحيم شايفين هاي بقطعهم بكل سهولة بيتقطعوا بسم الله هاي 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 هلأ جبت سنية بدي اروسهم واسيبهم يرتاحوا هلأ حوالي شو ربع ساعة يعني ماكسيما عشر داي ربع ساعة بهاي الوقت انا بكون حميت الفرن على مية وسبعين درجة بالربع ساعة اللي بريحهم فيها عساس لما نحطهم بالفرن يكونوا على حماوة ما يكونوا على نار هادية صفار البيضة اللي انا رفعتوا هاي جبتوا وحطيت معلقة كبيرة من الحليب معاه وخلطتوا مع بعض وبيدي اغطي الوجه بسم الله الرحمن الرحيم هاي هلأ نمسح هلأ الوجه واحدة وواحدة بسم الله شايفين بتعطي قوام وشكل الصفار اللي بنحطه مثل ما قلت فيه ناس بتحطوا معاهم فانيلا سائلة عساس ما بيعطوا زناخ خايب بيرجع لالكن ممكن تستغنوا عنه تحطوا بس الحليب تحطوا شوية زبدة معاهم برضو وبتعطينا اللون لما يتحمروا بالفرن وعنده هون حبيبات سكر صغيرة هاي برش على الوش سكر حبيبات كبيرة هدا اختياري ممكن ما تحطوا بس انا حبيت اغير كمان احط عليهم على الوجه بيلزقوا على طول مع السفار وبدي احطهم هلأ بالفرن شايفين شكلهم روعة جدا حطيتهم هلأ بالفرن واخدوا معي بالضبط بالفرن شي خمسة عشر دقيقة يعني من ثلاثة عشر لخمسة عشر من فوق ومن تحت اذا الفرن تبعكم بحمي من لحال ومن تحت لحال ممكن تعملوا من تحت بس شي عشر دقايق ومن فوق خمس دقايق برضو هذا بيرجع لو كل واحد الفرن تبعوا على مي وسبعين درجة شايفين كيف السكر التحت والارفة مكرملين روعة قوامهم وشكلهم رائع جدا وطعمهم قد ما احكي لكم كتير كتير ان شاء الله بتجربوها وبتعجبكم هالطريقة شايفين هاي شكلهم النهائي بعد ما نقدمهم هاي بسم الله رحمن الرحيم شايفين كيف السكر تحت مكرمل مع الارفة وما تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وبنلاقيكم بفيديو تاني وبأمان الله اشتركوا في القناة